بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين سيدنا وشافع ذنوبنا أب القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وبعد قال سيدنا ومولانا وإمامنا علي أمير المؤمنين عليه صلوات الله وسلام ملائكته أجمعين إذا ضفرت بعدوك فاجعل العفو عنه شكراً للقدرة عليه أرحب بكم أحبتي المشاهدين في هذه الليالي الكريمة في هذه الليالي الفضيلة ونحن في رحاب القيم في رحاب المثل في رحاب الإعجاز الذي يلف حياة سيدنا حياة سيدنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعليه صلوات المصلين توقفنا في حلقات عديدة عند مظاهر الإعجاز في حياة أمير المؤمنين حتى وصلنا إلى الإعجاز النفساني والجسماني بعد ذلك توقفنا في الحلقة الأخيرة على ما ببالي عند الإعجاز العلمي في حياة أمير المؤمنين صلوات الله عليه وذكرنا أمثلة وكذا من الرياضيات وغيرها ومن الميراث التي لا يصح أن توصف إلا بالإعجاز والخارقية فسبحان من خلقه وجعله مثالا حيا لأكرم خلقه جعله مصداقا واقعيا لروعة خلقه سبحانه وتعالى إذن الله الذي أعطى الإعجاز لأنبيائه وخاصته وأصفيائه حتى ذكر علماء الإسلام عن بعض الأولياء ما أدري يحج في السحاب وما أدري فلان ينادي الدجاجة بعد أن يأكلها فتأتيه مرة أخرى وأنت أعرف والمشاهدون أعرف لأحب المشاهدين أعرف بكثير من الأمثلة التي يسوقها علماء الإسلام فلا أحد ينكر الكرامات لأولياء الله فكيف ينكرها لوليد الكعبة لسيد الموحدين لأمير المؤمنين لمن نزلت فيه عشرات الآيات من كتاب الله حتى في مسند أحمد أنه ما نزل بأحد من الصحابة ما نزل بعلي من القرآن وهس مو مجال حديثي أن أتحدث عن علوم علي فقد تحدثت عنها رغم أن الوقت لم يسمح لي فعلي يقول سلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين أنزلت إلى أن يقول أن ربي وهب لي لسانا سؤولا وقلبا عقولا تلميذ مخلص مجد كان لرسول الله صلى الله عليه وآله حتى قال والله أنا أعلم بأهل التوراة من توراةهم وأهل الإنجيل من إنجيلهم إلى آخره اليوم أتوقف عند الإعجاز في الخلق والسلوك لحياة أمير المؤمنين بحق ليس لأحد أن يصف إلا أن يصف هذا الخلق بالإعجاز والخارق يعني مثلا مثلا شخص موهوب كعلي صلى الله عليه هذا المستوى من الشجاعة اللي ما بقى أحد في التاريخ كما يقول ابن أبي الحديد أنسى من كان قبله ومحى اسم من يأتي بعده في كل المجالات اليوم نريد نقف عند الإعجاز في مواهب علي أخلاق علي سلوك علي فقد كان معجزة بحق أيها الأخوة شخص موهوب كهذه الشخصية كشجاعة ما أعرف كسلطة يقود زهاء خمسين دولة من خارطة اليوم هاي الدولة الإسلامية العتيدة من المغرب العربي طنجة وإلى الاتحاد السوفيتي أوزبكستان وقرقيزستان وطاجيكستان وباكستان وأفغانستان اللي تدعى ما وراء النهر يوم ذاك التي جعل عليها أمير المؤمنين ابن أخيه ابن أخته جعيدة ابن هبير المخزومي كان أمير المؤمنين خالا لجعيدة ابن هبير المخزومي اللي أمه فاختة بنت أبي طالب أم هاني المعروفة اللي عرج بالنبي صلى الله عليه وآله من بيت أم هاني كما في أغلب كتب التاريخ والسير الإمام سلام الله عليه كان قد وضعه واليا على تلك البلاد في بلاد ما وراء النهر يعني بلخ وأطرافها أفغانستان هذه الدولة العتيدة شخص بهال مستوى وهالملكات عنده وقائد أعلى وموهوب وأعلم أهل زمانه وأشجع أهل زمانه ولكنك تجد الإعجاز في خلقه وسلوكه ما هو الخلق وما هو السلوك في هذه الحلقة رغم اختصارها فأذكر أشياء على وجه السرعة تصور بها المستوى والهبات الربانية والمواهب الإلهية والشجاعة والسمعة والسلطة والنفوذ والعلم لكنك تقرأ في تواضعه كان يجلس على دقعاء الأرض أرض المرتفعة غير المستوية كذا كان يلبس إزارين إعجاز هل رأيت أحداً في السلطة يفعل هذا بين صفين بين صفين في صفين بين الصفين يخطب يعني بين زهاء مئتين وعشرة آلاف مقاتل زين بين مئتين وعشرة آلاف يخطب أيها الناس دخلت خلافتكم وعلي هذين يعني المئزر والإزار وعلي هذين وراحلتي هذه وغلامي هذا فإن خرجت من خلافتكم بغيرها فأنا لكم سارق حاشاك يا أمير المؤمنين الإعجاز هذا أن تمر بقائد يمتلك كل هذا تنظر إلى تواضعه الإعجازي يجلس على دقعاء الأرض تواضعه اللي يصفه ضرار بن ضمرة وكان يجيبنا إذا سألناه ويأتينا إذا دعوناه الله أكبر يعظم أهل الدين ويحب المساكين هذه صفاته الإعجازية الفرق بين الخلق والسلوك بسرعة أحبتي حتى بعد الفاصل نستطيع أن نذكر بعض الموارد المشرقة الإعجازية من حياة علي صلوات الله عليه أحبتي هناك خلق والخلق يجمع على أخلاق والأخلاق علم لعلي في حلقات متبقية من برنامجي هذا سأقف عنده الأخلاق وكيف أن الأخلاق تكفر الذنوب وغير ذلك إذا سمح الوقت في حلقات لاحقة الأخلاق هو جمع الخلق الخلق أيها الأخوة يقال للسجية للطبع للعادة للديدن إذا واحد مثلاً صار ديدنه العفو والصفح عن الناس مو مر بحياة يصفح عن مسيء لا يقال له صاحب خلق عفو أو صاحب العفو أو لا يقال له عفو لأن لم يصبح العفو عنده خلقاً ديدناً طبعاً سجيةً ما يقال إلى عفو نعم العفو يقال لمن تحول العفو عنده إلى طبعاً وسجية وديدن حتى يقال اتصف بخلق العفو وكذلك الكرم لا يقال لشخص مر بحياة تسوى عزيمة عزم أقرباء أو أصدقاء هذا صاحب مثلاً اتصف بخلق الكرم أبداً بل إذا تحول الكرم عنده إلى عادة إلى طبع إلى سجية إلى ديدن ما شئت فعبر حينها يتصف هذا الشخص بخلق الكرم والأريحية إذن الخلق موطنه النفس باختصار بعجالة ما أرددخل بحوث حوزوية الخلق هو ملكة أيها الأخوة والملكة يشرحها العلماء هي الصفة النفسانية القارة يعني الإنسان يعمل هذا العمل دون أعماء معاني فكر أو أعمالي روية ليش؟ لأن متحول مثل الشاعر ينطق ارتجالاً بالشعر مثل البلاغة إمامك علي كان معجزة في البلاغة يقول له مثلاً مثلاً إن أكثر الحروف استعمالاً مثلاً مثلاً هي الألف فيقوم يرتج الخطبة ولا يستعمل فيها حرف الألف أبداً أنت أقعد منها لأسبوع أفكر أصنع لك خطبة أصنع خطبة بدون أن تستخدم حرف الألف شوف الألف بألف دائماً شوف كلمة دائماً بها ألف مستحيل لكن عليًا يرتج الخطبة دون ألف يقول له لأكثر الحروف استعمالاً مثلاً النقاط الحروف المنقطة فيستخدم خطبة صلوات الله عليه بدون نقطة هذا يسموه إعجاز بلاغي لهذا كتب كتاب نهج البلاغة فعلي أبو البلاغة من أسس علم النحو اقرؤ تأريخ علم النحو وما أدري نشأة علم النحو والإمام كيف وضع علم النحو ووضع أسسه وركائزه وعلمه أبا الأسود الدؤلي ثم انتشر هذا العلم الكريم اللي غايته حفظ اللسان وصونه عن الخطأ واللحن في الكلام ناهيك عن فهم كتاب الله والسنة النبوية إذن الخلق هو الملكة يعني يكون عنده ملكة البلاغة يكون عنده ملكة الكرم يكون عنده ملكة الشجاعة هذا يقال خلق الخلق موطنه الباطن مكانه باطن النفس أما السلوك هي الأفعال الخارجية الصادرة مني ومنكم أيها الأحبة سلوك فلان طيب ليش يقولون السلوك الفرق بين السلوك والأخلاق أو بين السلوك والخلق هذا أن الخلق موطنه موطنه أن الخلق موطنه الباطن مكانه الباطن وأن السلوك موطنه الخارج ما يصدر مني ومنكم من أفعال حسن أو قبيحة لا سمح الله هي في الخارج وما يصدر في الخارج من سلوك هو إنعكاس للباطن إذا كان السلوك طيبا فالخلق طيب إذا كان السلوك قبيحا لا سمح الله فالخلق شنو؟ قبيح إذن ما يصدر من البشر من الناس هذه قضية يذكرها علماء الأخلاق ما يصدر من الناس من سلوك وأفعال كلها إنعكاس لما يحملون من أخلاق ومن خلق في مواطنهم فالخلق الملكة الخلق الطبع الخلق السجية العادة الديدن وموطنها داخل النفس داخل الإنسان في قلب الإنسان في داخل الإنسان أردقر بالعبارة والسلوك هو الأفعال الصادرة من الإنسان وكل ما يصدر من سلوك فهو انعكاس نعم أيها الأحبة للخلق الباطني نعم كما يقول الأديب نعم وكل إناء بالذي فيه ينضحه إذا الإناء فيه عسل من السكب ينسكب العسل إذا فيه لبن إذا فيه سما زعافا لا سمع الله يصب سما زعافا السلوك مرآة للباطن السلوك مظهر خارجي للخلق الباطني سنتوقف عند أخلاق علي وسلوك علي بعد هذا الفاصل ابقوا معنا أحبتي فذكر علي عبادة بارك الله فيكم حياكم الله أحبة المشاهدين بعد هذه المقدمة اللي أخذت مني القسم الأول من هذه الحلقة ما في وقت أن أتوقف وأبسط الكلام أكثر في الخلق والأخلاق أعدكم إن شاء الله أشير إلى هذا البحث في حلقات لاحقة ونبحث عن أهمية علم الأخلاق وفائدة علم الأخلاق والغرض والغاية من علم الأخلاق والمبادئ الثلاثة لعلم الأخلاق في حلقات لاحقة في هذا البرنامج المبارك الميمون طبعا وأرجو دعائكم لي وللأحب القائمين على هذه القناة وعلى جهودهم جميعا على أي حال نتوقف عند مصاديق هذا الخلق نحن ذكرنا أن علي كان المعجز في العلم وأثبتنا وأعطينا باللغة الأرقام وأثبتنا الإعجاز النفساني والجسماني تعالوا معي اليوم إلى الإعجاز في الخلق والسلوك لعلي أمير المؤمنين صلوات الله عليه خذوا مثلا مفردة العفو والصفح ذكرت في بداية الحلقة شعارا كريما رفعه إمامنا علي أمير المؤمنين يوم الجمل إذا ظفرت بعدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه إذا تريد تشكر رب العالمين اللي مكنك من عدوك أعفو عنا ساعة الضفر ما يميز عفو علي صفح علي أمير المؤمنين أن كل عفوه كان دائما يأتي عن مقدرة كما ورد في الحديث والعفو عند المقدرة رب أحد مثلا يعفو عن خصمه القوي ما يقدر عليه لا قيمة لعفوه لكن علي عليه السلام في كل مفردات عفوه سلام الله عليه كان عفوه عن مقدرة واقتدار وهذا قمة فلا يأخذه خيلاء النصر ولا تأخذه نشوة النصر اسمح لأقول تملكه تملكه لأعصابه ولنفسه في أحلك اللحظات في أحرج الساعات في ساعة النصر هو أشد إعجازا من ضربه بسيفه ذلك الجمل ضربه وعلي أشرت في حلقات سابقة ضربه ضرب علوية عرقب الجمل بأربعة أرجله والجمل قد درع ولبس الأدرع والحديد والترس وجلود النمور لكن عليا وسيف عليا لا يعرف هذا معجز كان كما كان من قبله رسول الله في يوم فتح مكة صلى الله عليه وآله وبالمناسبة يمكن مثل اليوم فتح مكة نعم واحد عشرين رمضان روحي لألفداء رسول الله ماذا فعل ماذا قال رسول الله قال اذهبوا فأنتم الطلقاء أقول لكم كما قال يوسف لإخوته اذهبوا لا تثريب عليكم اليوم سن قانونا كريما في العفو إذا ضفرت بعدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه يعني لو أردذكر لك أمثلة ما شاء الله التاريخ يذكر بالعشرات واحد في يوم الجمل خطب بين الصفين قال جاءكم الوغد اللئيم والعياذ بالله استغفر الله جاءكم الوغد اللئيم علي بن أبي طالب ظفر بي علي أمير المؤمنين وهو قزم وأطلق سراحه وعفى عنه رغم أن الإساءة لم تبرد أريد أذكر أمثلة الوقت سريع يمر بسرعة يعني تصور ينادي الغلام ينادي الغلام فلم يجيبه فخرج وإذا بالغلام بباب الدار التفت إليه قال له بني شوف شوف الأدب حتى مع غلامه أي بني أما سمعتني أدعوك فما حملك على ترك إجابتي ليش ما تجاوب أنا دا صيح قال يا أمير المؤمنين كسلت عن إجابتك وأمنت عقوبتك رفع يده قال الحمد لله الذي جعل الحمد لله الذي جعلني ممن يأمنني خلقه امضف أنت حر لوجه الله هذا العفو الإعجازي مثل هالليالي ليالي استشهاد أمير المؤمنين كان يشرب اللبن سلام الله عليه لأن أوصى الطبيب أثير بن عمر السكوني باللبن لأمير المؤمنين لأن السيف شراه ابن ملجم بألف وسقاه سمًا بألف فعلي قتل سيفًا وسمًا سلام الله عليه لأذا تسمع مثل اليوم شهادة أمير المؤمنين اليوم الصبح صلوات الله عليه الإمام كان الدم من أمس وأول أمس سر السم في بدنه انتفقت قدماه تورمت ساقاه كان يصلي من جلوس اصفر لونه برواية الأصبغ صار أشد صفرة من العصابة الصفراء اللي على جبأته أوصى الطبيب باللبن الإمام كان يشرب اللبن وكان يعطي الباقي يقول احملوه لأسيركم عبد الرحمن بن ملجم مر من المرات شرب قال وكان قدراً مقدوراً بني حسن بحقي عليك إلا ما سقيته من شرابك وأطعمته من طعامك قال لأبا يا أمير المؤمنين هذا الإعجاز في الخلق في السلوك في العفو في الصفح حتى عن أشق الآخرين كما وصفه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصف عبد الرحمن بن ملجم المراد بأشق الآخرين وصفه بشقيق ناء عاقر ناقة ثمود هذا الخارجي الملحد نعم الذي اغتال أمير المؤمنين صلوات الله عليه تصور الإمام رحي لألفداء يقسم على ولدي أن يسقيه مما يشرب أن يطعمه مما يأكل قال أبا يا أمير المؤمنين الإمام الحسن يقول إنه قد ذكل إنه قد أذكل أمة الإسلام بقتلك يا أمير المؤمنين أتوصينا به وقد غدر بك وقد أذكل أمة النبي بك التفت إليه وهذا هو الإعجاز في عفو علي وحلم علي وصفح علي حتى عن أخطر الإرهابيين والمجرمين يقول لبني حسن إننا أهل بيت لا نزداد على الإساءة إلينا إلا عفوا وتكرما هذا منطق علي الإعجازي كلما يزداد إساءة يزداد عفوا وتكرما صلوات الله وسلامه عليه هو قال الإمام إن أنا عشت من ضربته هذه فأنا أولى بالعفو عنه أنا مسؤول عن نفسي أنا براحتي أعفو عنه أو ما أعفو عنه ولكنه قطعا كان يعفو عنه سلام الله عليه فإن عشت من ضربته هذه فأنا أولى بالعفو عنه وإن مت من ضربته هذه فضرب بضربة ولا تمثلوا بالرجل فأني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إياكم والمثل ولو بالكلب العقور على أي حال الإمام كان معجزة سلام الله عليه في عفوه أذكر لكم طرفة عندي وقت دقائق شخص يدعى نعيم بن دجاجة هذا من بني أسد وبني أسد كلهم كرماء ورجال وفيهم الشحامة وفيهم حبيب بن مضائر الأسدي وفيهم مسلم بن عوسجة الأسدي وبيهم نعيم بن دجاجة الأسدي للأسف على أي حال القبائل كلها هي الشكل فيها يطلع واحد مثل ما بنو ثقيف طلع منهم مثلا المختار الثقفي رحمه الله وطلع منهم الحجاج بن يوسف الثقف نعيم بن دجاجة هذا شخص مصلحي شخص كان يعني عنده أمير المؤمنين سلام الله عليه يتوقع من الإمام يغدق عليه ينطي فضله وهي سياسة الطبقية اللي كانت وحاربها أمير المؤمنين يأسفني إن شاء الله أخلي وقت في برامج أخرى أحدثكم عن حكومة علي وقراراته الصارمة القاطعة العادلة ما كان يغازل أو يغازل شريحة أو يغازل الوجهاء وينطي القطائع وينطي الأعطيات لبني فلان وآل فلان هذه ما كانت كان يقولولا يقول أتريدون مني أن أطلب النصر بالجهور والله ما فعلت ذلك ما لاحب الأفق نجم وما طلعت شمس والله لو كانت الأموال لي لو واسيت بينهم فكيف وهي أموالهم أبأي مبرر أنطي فلان عميد قبيلة فلان وجيه ألوف الدنانير والفقراء يرزحون تحت خط الفاقر الإمام الباقر يقول للكوفي الداخل عليه والله إن صاحبكم كان يطعم الناس الخبز واللحم ويأكل ببيته الخبز بالخل والله حكم خمس سنين ولم يضع آجر على آجر ولا أقطع قطيعا أبدا هذا علي مفخرة التاريخ سلام الله عليه اسمعوا قصة نعيم ابن دجاجة هذا التفت الإمام للإمام عليه السلام ذات يوم قال له يا أمير المؤمنين يستغل ديمقراطية علي وسعة صدر علي وعفو علي روح يفده قال له يا أمير المؤمنين إن المقام معك لذل وإن فراقك لكفر شو نسوي إذا نفارقك نروح نصير ويالكفار إذا نبقى وياك ماكو شيء التفت إن المقام معك يا أمير المؤمنين إن المقام معك لذل وإن فراقك لكفر لكن علي ينتبسم سلام الله عليه فلما سمع ذلك منه قال له عفونا عنك هاي لو غير حاكم كان الشر كان الكاميرات كان الحرش الجلاوزة غيبوا وراء الشمس للمسكين لمثل نعيمة بن دجاجة التفت الإمام قال له عفونا عنك ليش عفى عنك اسمع الطرفة قال له قال الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون قال له وحدة بوحدة لأنك أنت قلت شيء قبيح وقلت شيء حسن أما قولك إن المقام معك لذل فسيئة اكتسبتها هاي تقول إن المقام معك لذل هاي سيئة اكتسبتها وأما قولك إن فراقك لكفر فحسنة اكتسبتها فهذه بهذه احنا ناخذ الحسنة ماتك ونطيح هذهك السيئة واحد سبع لي والإمام على المنبر وهاي مشكلة العظماء أممنا ما تعرف تقيم العظماء إما تقع في وادي الإفراط أو وادي التفريط مرة كان الإمام يخطب بفصاحته ببلاغته قام واحد عن يمين المنبر قال له أشهد أنك الله والعياذ بالله الإمام طبعا هذوله أحرقهم استتابهم ما فهد حفر لهم خندقا وأحرقهم لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا أحرقهم قام الآخر عن يسار المنبر قال لقاتلك الله يا ابن أبي طالب ما أفصحك كاذبا امتشق مالك الأشتر رحمه الله السيف وأراد أن يبعجه بسيفه قال لدعه يا مالك خليه دعه يا مالك سب بسب أو عفو عن ذنك ماكو استغلال للمنصب للكرسي للحكم وهذا هو الإعجاز في حياة علي في قمة الهرم أعلى قوة عسكرية وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو يقود خمسين دولة من خارطة اليوم تاليها واحد يشتمه في المجلس بين أنصاره الإمام يقول ليس أمامي إلا شيئين سب بسب سبني أسبه إذا أريد أو عفو عن ذنب وحاشى علي أن ينزل قدره فيسب واحد مسكين مثل هذا هذا خلق علي هذا سلوك علي هذا هو المعجز وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين سيدنا وشافع ذنوبنا أب القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين والسلام عليكم أحبة المشاهدين أينما كنتم حيثما كنتم ورحمة الله وبركاته